مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله مع بعضنا بش انتايبوا حاجة من الحاجات اللي انتايبوهم خصيصا في العيد الكبير وهو التاشين التونسي أما بالحم العلوش نتايبوه في العيد بمانو يبدو الحم متوفر دونك يجي حاجة بنا شخطوفة سخانة دية معاها سلاتة يكفي فيها البركة اول حاجة عملتها اخذي تستروف الحم هنا عندي تستروف هذو ما بلف خض فيهم شوية عظم خليطوا العظم هذي كراني طيبتوا مع الحم باش يسايب المتعمة اكتر اما هو راه يجي بالهابرة ناخد الهابرة بتاعي نقصها هكيكا تريفيت صغرونين انا منحبهم مش يكونوا كبار فتاجين نقص هكيكا تريفيت على الاخر بسكينا وإلا قبل المقص نقص هكيكا تريفيت صغار نحاولو انقصوهم الكل نفس الكبر هكيكا مش صغير يتيب ولكبير يقعد داني قصوهم الكل نفس الكبر ونهزو انطيبوه حتيت كسارون على الجاز شعنت الجاز حتيت شوية زيت ولهني اختيت راس بصل صغير مش كبير برشا قصيتو هكيكا تريفيت صغار قصيتو جيد وحتيتو يتقلق فك الزيت هذيكا منقليه مدة نص دقيقة هكيكا باش يسايب المطعم متاعو ومنبعد بعد ما البصل يتقلق شوية وقايت باش نحط فيه اكا تروف الحم هذيكم الي قصيتهم صغرونين كيف ما قاعد نجوف كيف ما قاعد نجوف كيف ما قاعد نجوف كيف متاعو العظام حتيتو باش يزيد يسايب البنه ونقهة متاع الحم العلوش وخليت الحم يتقلق حتالين كيف ما قاعد نشوفه توا معايا اللون امتاعو وتبدل واخذية تقليه باها بنسبة للفاح حتيت نص مغرفة صغيرة ملح نص مغرفة صغيرة كركم ورشا فلفل اكل انا يذا هو اللفاح الي نفوح به تخطوخ متاع الحم الي هو يفرق على الدجاج باش نزيدو الكركم فما الناس الي تحط فيه الفلفل احمر باش يجيب تاجين احمر شوية تنجمو تحطو فيها دا يرجع لكم انتوما اين الحق بالنسبة ليين زينة وبنت التاجين يكون اصفر تحبو تحطو فلفل احمر تبعى يكون حلو معناه كان تحبو التاجين يكون مستحمر شوية حطو فيه شوية فلفل احمر لهني خليتك الحم خذية تقلية صغيرة متاع نصف دقيقة هكيكا مع لفاح بش يزيد بانانو اكثر ولهني مقعد لي كان بش نمرقو حاجة واحدة يزمنا انطيبو الحم بالباهي مش مبعد في التاجين يكون الحم يبس وكيسها امرقت انا حتيت الماء ونقص في القاز على الاخر وخليتو طابع في عقله حتى لي ننجح مكالماء هذيك وكي موقعت لكم الحم يتيب ويقفى على زيتو خذيت كعبة بطاطا التاجين هذي انا نحط فيها البطاطا خذيت كعبة بطاطا قشرتها وقصيتها مكعبة صغار وقش نطيبها ونقليوها انا ما قليتهيش حتيتها في النينجا فو دي ولا نطيبوها في الفور ولا نقليوها في الزيت كيف ما نحبون انتم المهم ولا نصمتوها انطيبو البطاطا بتريقة اللي نحبو عليها حتيت انا بتبعا كاني في الزيت ننملحوها ونحطوها ديريكت في الزيت وكي بش نحطوها في الفور ولا في في اللايف راير ولا في النيجا فودي ولا في الفور نحطوا لها نكتة زيت نخلطوها ونحطوها التيب على روحها هذا بالنسبة للبطاطا تابت كعبة البطاطا الهني حابتها حاتيتها في الصحفة كيفما قاعدين تشوفوا هايكا حمارت شوية هي لما حال راني نسيتها شوية وسمت كعبتين أعظم باش نقصنها كيكا تريفيت صغار انا الحق يعجبني التاجين كيكون في هاكا تريفيت أعظم ومن نقصهم مش جيدين نقص ما كيكا جوزت على ربعة ونقص ما كيكا تريفيت صغار يعجبني التاجين كيكون فيه تريفيت أعظم هاكيكا دونق قصيت كعبتين الأعظم وبتبيع راه الكميات انتي وفرد العيلة انتي والبلاتو اللي باش تعملوا انا ديما البلاتو اللي عندي مبيني يخذلي مبين حارة وخمسة اعني اربعة وخمسة كعبات دا عظم نايين دونق هاذا هو عليهم كعبتين عظم وكعبة باتاتا يكون البلاتو يجي بهي بالقديع نهني اخذي تزو سيباع جبن مثلثات كي ما نعرفو التاجين جبن هذي يبنن بالقديع التاجين وننصحكم تاجين الحامل علوش ما تكثروش فيه جبن عكس التاجين متعديش على هاتر ديجا الحامل علوش نوعا ما قوي مقارنتا بالجيش وكامش نحطو فيه كمية كبيرة متاع جبن هكيكا باش يجينا اقوي برشا هنا حتي سوس طويبا عجبن وحتيت شوية جبن مرحي معكيت 30 جرام هكيكا مش اكثر وجي ممتاز جي خفيف بالحق جي خفيف وما جيش هكا قوي يكا تاخذ مورسو يتحزو يسوني لك الراسم تاعك ما نكثروش بجبن عكس تاجين الحامل علوش عكس تاجين الجيش تاجين الجيش يحب جبن هذو ما تختوخ هذي تختوخ متاع التاجين كيف ما قاعدين نشوفو نقسم الماء عالاخر انا تختوخ التاجين ما نعملوش جاري جملا را نخليه يشيح عالاخر تقعد فيه صغرونه كيف ما قاعدين نشوفو ويقف على زيتو عليش على خطره وتختوخ قد ما تخليو فيه الماء قد ما التاجين متاعكم يجيكم مميز ويجيكم مفاترش وكي تنزل على طرف التاجين في فمك يهبط الماء ونأكد عليكم نطيبو الحامل قدي ما نخليهوش نايا هكا هولا هني حاتيتك اتروف التختوخ خلط مع الخليط خليط شوية من الزيت متاع التختوخ هذيك حاتيتو في البلاتو اللي باش نطيب فيه التاجين هذيك باش ندهنو ولهني مقعد لي كان باش نفقس كعبات العظم ناي اللي باش يلم به ردو بينا بلخص توا الدنيا سخونة ما نفقسوش العظم ديريكت في الخليط على خاطر كان تطلع كعبة عظم فيز دونك الخليط هذيك الكل يتايشها وكاحنا باش ناخدو حذرنا كل كعبة نفقسوها في الصحفة قبل كينا نقاها مريقلة امورها واضحة وقتها نحطوها في الخليط كي ما قدت لكم ان البلاتو متاعي حارة ولا خمسة كعبات عظم يكون معنيها بهي اني حاتيت اربعة كعبات عظم وكي ما تعرفوني ديما كين فاقس العظم نحط فوق العظم شوية فلفل اكحل هذيك يناحي سفورية متاع العظم ما يجينيش التاجين فيه سفورية متاع العظم عرشية فرشة صغيرة متاع متاع فلفل اكحل وخلط التاجين كيف كيف اي نوع متاع التاجين كي نحطو العظم ما نكثروش في تخليط متاع التاجين اراهو العظم يميز معنيه وجينا التاجين ميز خلط هكا يكون القوة متاع التاجين ممتاز خليطة البلاتو هذيك اللي حاتيت فيه شوية زيت من متاع من متاع التختوخ هكا هوا مقعد لي كيمش نهز الخليط هذيه نصبو في البلاتو وتبيع الفور حاتيتو يسخن حاتيتو على 180 درجة ملفوقو ملوطة نحطو التاجين نائتي بحاتلين يحمر ويتيب بالبيهي باش نتأكدو اللي تاجين تاب ناخ سكينا ندخلها في وسط التاجين كي نسكينا خارجة شيحة راهو التاجين ناحضر لهني هاوكا حاتيت الخليط استويتو باش يجيني مستويم يجيني الجيهة عالية وجيهة واطية اكا هوا ومقعد لي كيمش نهز البلاتو وندخلو بالفور كي ما قطلكم على 180 درجة ملفوقو ملوطة انتي وكبر البلاتو وانتي نعيد الفور ان جنرال ما بين عشرين حيوصل حتى الاربعين دقيقة كي ما قلنا احنا بلخشن امتاع التاجين والكبر امتاعو حاتيتو يتيب وليهني سايا التاجين تاب خليطو ابرد في عقلو مانيش مزروبة بيه دون خليطو ابرد في عقلو وطاوا اكا ها وجيت باش نقصو اتاكدت لي لاجناب بلكل معنيها ما هيش لسقه وكا ها وحاتيت سوا باش نهبط التاجين ونقصو معاكم واريكم النتيجة بحق جيه بنين وجيه خفيف ملاو التاجين الحامل اوش برشا نيستهر منو يقولك ليه يجي قوي ليه ما يجيش قوي واذا دا مش باش نحطو فيه كيلو احنا بتاع الحامل وكي ما قلتلكم ما ننكثروش مجبن باش حكيكا ما يجيش قوي وحاج اخرى فما اللي يحطو فيه المعدنوس انا راني مانيش برشا معدنوس في التاجين اما بتبيعة النجمو نزيدوها المعدنوس واكيد يزيدو بنا على بنا كا هولا هنا مقعد اللي كان باش نقص التاجين واريكم كيفيش يجي من داخل تحبوا قصة التاجين ديكو مرتوبة خليو التاجين يبرد ما تقصوهوش بالوقت وكيف كيف نقصوه بسكينة هذي كمنشار يكون خير من سكينة العادية وهكا كين من داخل هكا كيما قاعدين تشوفو كيما قلتلكم جي خفيف ما هو شاقوي برشا وسختو ابنينو كيما وفي السخانة هذية بلاتو تاجيني فين هكا ومعاها سليتا يزي بركة حاجة خفيفة تتكل ما ترزنش وسختو حاجة ابنينو وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو ان شاء لا يكون اعجبكم وان شاء لا تكون حصلت لاضافة طوما قاعد لي كينا وقالكم ان شاء لا نقاكم على خير من هنا للفيديو الجي وبس لما اشتركوا في القناة